إذاعة سلطنة عمال بالبر سمتا وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضيتي تفطر واحة الصائم من آدمي أدي فرض لك هذا شهر عفو وطاعة وغفران الله ذي الإجراء يكرم عباده وعظم هدية في العمر شهر رمقار من آدمي أدي فرض العبادة هذا شهر عفو وطاعة وغفران الله ذي الإجراء يكرم عباده وعظم هدية في العمر شهر رمقار واحة الصائم ساعة رمضانية أثيرية هذا موعدها في الواحة نستضل وإياكم بنفحات من الشهر المبارك نتبادل المعلومات ونطرح مواضيعتهمنا من وحي رمضان واحد الصائم يومياً أنتم بصحبة محمد المرجبي الدكتور عبدالله العبري والمخرج حمد بن عامر الوردي واحد الصائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم إذا أعطيتنا مالاً فلا تأخذ سعادتنا وإذا أعطيتنا قوة فلا تأخذ عقولنا وإذا أعطيتنا جاهاً فلا تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا تواضعاً فلا تأخذ عزتنا وإذا أعطيتنا القدرة فلا تأخذ عفونا اللهم أنت حسبنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم واحة الصائم واحة الصائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في الواحة واحة الصائم ساعة رمضانية أخرى تجمعنا وإياكم على الود وعلى نفحات رمضان وبركات أيامه ولياليه نتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة أسبوعية سعيدة وفي هذا الوقت يتأهب الكثيرون للعودة إلى المدن التي يعملون بها ويقيمون فيها خلال أيام العمل الأسبوعية وخاصة مسقط العاصمة الجميلة لعماناً رائعة عوداً حميداً إن شاء الله ولمن يتأهب للخروج بعد الإفطار ولمن هم في الطريق الآن نقول طريق السلامة إن شاء الله أما لمن عزم على الإفطار في الطريق نقول إفطاراً شهياً واستمتعوا ببعض التغيير الإفطار مع الآخرين فيه صورة جميلة وحالة رائعة من حالات التعاون والتكافل والإحساس بالآخرين وعلى ذكر التعاون والتكاتف والتكافل نقترح اليوم موضوعاً فيه كل هذه الصور بل وأكثر فيه استثمار لآخرتنا وفيه سعادة لنا وفيه تحصين وتطهير لأموالنا وقبل كل ذلك هو ركن أصيل من أركان الإسلام هذا الركن هو الزكاة أو إيتاء الزكاة ما هي الزكاة ومن مستحقها وما هي صورها ومصارفها وما هو تأثير أدائها على حياتنا ومجتمعاتنا كل ذلك وغير ذلك من التساؤلات نتناولها في الوقت القادم ولا يحلو الحديث إلا بمشاركاتكم فنحن في انتظار أصواتكم ورسائلكم وتجاربكم الشخصية الزكاة موضوع اليوم أهلا بكم تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 2464-0233 أو 2464-0234 أو عبر الرسائل النصية SMS 90484 واحد الصائم هذه زكاتي نعم بأديها طهري ونجاتي كل سنة فيها لا ما نقص ما لي أبد منها يوم الفقير كون سعيد فيها هذه زكاتي نعم بأديها طهري ونجاتي كل سنة فيها لا ما لقص ما لي أبد منها يوم الفقير كون سعيد فيها وبصيامي دوم لها موعد وكل عام وحول يناديها وبصيامي دوم لها موعد وكل عام وحول يناديها يناديها وينادي كل ما يسور للمساكين كل أهاليها يناديها وينادي كل ما يسور للمساكين كل أهاليها هذه زكاتي نعم بأديها قضري ونجاتي كل سنة فيها لا ما لقص ما لي أبد منها يوم الفقير ترجمة نانسي واحة الصائم واحة الصائم واحة الصائم بالنسبة للرسائل هناك رسالة أيضا دعني أبدأ بالرسالة هذه اللي واصلة أبو ثمنة الرشدي يقول الزكاة طهارة للمال وبركة في الأبناء وتوفيق بالحياة هكذا هي الزكاة حياك الله دكتور حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحقيقة موضوع الزكاة موضوع جميل جدا وموضوعه في رمضان يعود إلى ما في رمضان من الخيرات ومن البركات التي نحتاج أن نصل الضوء عليها أكثر خصوصا الجانب المالي الاقتصادي في موضوع الزكاة وتظهر في رمضان أثر الصيام على تذكر حاجات الناس وعلى تذكر فالله تعالى يذكرنا بحاجاتهم الأساسية وهي الطعام والشراب ومن خلالها يتذكر الإنسان ما يحتاجه بقية يعني ما يحتاجه الفقير في هذه الحياة فيتجه إلى ماله ليدفع زكاة ماله ونبدأ بالآية في قوله تعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكلمة خذ هذه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصدقة مأخوذة مأخوذة من من وجبت عليهم الزكاة وإن كانوا يعني لا يدفعونها بمعنى آخر أنها فريضة إجبارية إلزامية أمر بها الإسلام دخول شهر رمضان طبعا يحمل في أيامه الكثير من الفضائل ورمضان شهر الصوم شهر الصبر شهر العطاء شهر الإحسان شهر البذل شهر استغلال ما في يد الإنسان لما يعود عليه بالنفع العاجل والآجل فالفرص التي تأتي وتذهب لا تعوض فاليوم يكون الإنسان غنيا وقويا ومستطيعا لعمل الخير وغدا لا يدري ما يطرع عليه من فقر أو ضعف أو قلة استطاعة فالذي يبادر ويبذل ويكثر من بذل الخير والعمل الصالح قبل أن ترحل أيامه هو الإنسان العاقل فالله تعالى يقول وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا ومثلنا الأعلى وقد كان عليه الصلاة والسلام كثير البذل في حياته كثير العطاء لا يخشى الفقر ولا يخشى الفاقة وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كان كالريح المرسلة في شهر رمضان ويعني عندما نتحدث عن البذل عموما فهو البذل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزكاة أو كان ذلك في مطلق البذل فقد يرى الإنسان أن الحاجة تدعو أن يبذل أكثر مما أوجب عليه من الزكاة وبالتالي هنا تكون مضاعفة الأجور وتكون التسابق لبذل الخير نعم لماذا رمضان؟ لماذا نربط الموضوع بشهر رمضان؟ الحقيقة الزكاة ألا يفترضي أيضا لو نعطي مقدمة بسيطة نعم يعني متى تجب الزكاة؟ بالتأكيد أول شيء الموضوع ليس جمعيا نعم لا يعالج بشكل جمعي نعم الموضوع شخصي نعم كل شخص يحين عنده موعد موعد نعم لزكاة ماله الزكاة في موعد معينة الزكاة هي حق في المال أولا وليست مرتبطة بالذمة بمعنى آخر أنها تجب على العاقل وتجب على المجنون وتجب على اليتيم إن كان أيضا يملك مالا فهي مقدارها طبعا عشرون مثقالا حسب ما ورد في السنة النبوية وقياسها بالقرامات إذا كان عند الإنسان ما قيمته 85 غرام من الذهب وحال عليه الحول سواء كان هذا ذهب أو كان هذا نقود ففيه الزكاة فحوالا 85 غرام من قيمة 85 غرام ذهب يعني الآن تساوي تقريبا في حدود 1500 ريال فإذا وجد هذا سواء كان مبلغ من المال أو كان ذهبا 85 غرام وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة والزكاة ربع العشر يعني 2.5% 2.5% حال عليه الحول يعني بمعنى كله أم حتى بعضه لا إذا حال الحول على النصاب على النصاب فلنفترض 1500 فما فوق حال عليه الحول فوجبت فيها الزكاة طيب وإذا كان هناك نقود وهناك ذهب إذا تجمع النقود على الذهب يعني إذا كان نصها ذهب ونصها نقود يعني 40 غرام ومثلا 800 ريال نقود لو جماعة هنا يصيرا قيمة 85 غرام ذهب فتجمع مع بعض فإذا حال الحول وجبت فيها الزكاة وهذا يشمل العقارات الآن العقارات ما يخرج من إنتاجها غير السكن نعم العقارات ما يخرج من إنتاجها وهو عند عمارة يؤجر فيها شقق فإذا ما يحول عليه الحول من النقود هذا الذي فيه الزكاة أما نفس الأصل العقاري ليس فيه زكاة وإنما الزكاة على ما ينتجه وكذلك الأرض الأرض ليس فيها زكاة إلا التي اتخذت كعروض للتجارة يعني عرضها للبيع عرضا يعني عرضا للتجارة بمعنى كل ما تحمله كلمة عرض التجارة من معنى فيزكيها سنويا بقيمتها 2 رص في المئة وطبعا ما أنبتت الأرض وآت حقه يوم حصاده فالمسألة تتعلق بحاولان الحول كما قلنا وبلوغ النصاب فإذا كل إنسان ربما يكون نصابة في شعبان نصابة في رمضان نصابة في شوال نصابة في كذا في كذا ولكن كثير من الناس رغبة في الأجر يوقتون رمضان يعني يوقتون رمضان لزكاتهم فالتوقيط رمضان للزكاة لأن فيه مضاعفة الأجور الأجر فيه مضاعف فالناس تحرص أن تكون زكاتها في رمضان وطبعا من كانت زكاته في غير رمضان أجاز العلماء أن يقدم الزكاة إلى رمضان أن يقدم الزكاة في رمضان يعني إذا كان الزكاة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة فيقدم إلى رمضان لكن أن يؤخرها لكن أن يؤخرها فتأخير الزكاة لا يجوز نعم ولكن وضع بعض العلماء معادلة إذا ما أراد أن يزكي في رمضان فهو يزكي في حين موعد زكاته ولا يؤخرها مثلا عن شهر رجب أو عن شهر ربيع يزكي يحسب مثلا إذا كان زكاته في محرم فيحسب ربيع الأول ربيع الثاني وجماد الأول جماد الثاني ورجب وشعبان ستة أشهر ويزكي في رمضان هذه الأشهر التي مضت ثم يصبح رمضان هو الحول عشان يضبطها لأول مرة نعم يضبطها أول مرة ثم يصبح رمضان دائما هو موعد زكاته نعم ثم أيضا يعني لما نقول أن هذا الشهر ميقات الزكاة فإذا جاء الإنسان إلى شهر رمضان وموعد زكاته وقد بلغ عند النصاب مثلا عشرة آلاف ريال ثم في رمضان باع أرضا أو باع بيتا أو باع شيئا وزارت عنده خمسين ألف فهل الزكاة في الكل ولا فيما مضى الصحيح أن الزكاة في الكل ما دام عنده شيء حال عليه الحول رغم أنه لم يحلعه لكن عنده قد حال الحول على النصاب فما دام عنده نصاب حال عليه الحول فما يأتي بعد ذلك من المال تصبح زكاته معه له وباع هو وباع الآن لم يزكي وحال الحول على ماله الذي بلغ النصاب نعم فقال أهل العلم ما يأتي بعد ذلك إذا كان جاءت الفلوس هذه قبل لا يزكي وانضيفت إلى حساباته فهي داقلة في الزكاة رغم أنه لم يمضي عليها لم يمضي عليه الحول والحقيقة النظرة الفقهية الشرعية في هذا عميقة يعني والإنسان كم هي الزكاة الزكاة 2.5% نعم 2.5% يعني من العشة آلاف ريال 250 ريال وهي نماء وهي طهارة وهي 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 يعني فيها نماء للمال وفيها يعني صفاء للروح وفيها أشياء كثيرة مما تبعث في الإنسان الهم على إخراج هذه الزكاة أضف إلى ذلك أن الزكاة الحقيقة نضرت الشرع إليها أنها نفقات تحويلية في الجانب الاقتصادي هي نفقات تحويلية ما معنى أنها نفقات تحويلية أنها تأخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء بمعنى لا تدخل في موازنات الدول وإنما مباشرة تخرج من الغني وتذهب إلى الفقير في المجتمع الواحد فتدور في الجهاز الاقتصادي فمجرد الفقير ما يأخذ الزكاة وهو محتاج أين سيذهب بها سيذهب بها إلى السوق إذن السوق سيتحرك المنتج والتاجر سيبيع الذي يعني ينتج هذه السلع سوف ينتج أكثر فهي نفقات تحويلية لأن دائما الفقير من أصحاب الحد أو الميل الحدي المرتفع للاستهلاك بمعنى الميل الحدي للاستهلاك كيف يحسب مقدار التغير في دخل الفرد أو في دخل الفقير مع مقدار الإنفاق كلما تغير دخله بمقدار معين زاد إنفاقه بنفس المقدار فإذا زاد عنده عشرين ريال وهو محتاج وفقير كم سيكون إنفاقه مئة في المئة لماذا؟ لأنه لم يوفر بعد الحاجات الأساسية بينما الغني كلما زاد دخله الميل الحدي للإستهلاك منخفض لأن حاجاته الأساسية موفرة وبالتالي لما تأتي مئة ريال أو مئتين ريال ربما ينفق منها عشرين أو ثلاثين يعني بمعنى أنه زيادة ماله لا تزيد من إنفاقه كثيرا لأن أشياء الأساسية قد وفرها بينما الفقير مجرد ما يزيد عنده المال بمقدار معين يزيد عنده الإنفاق مباشرة فإذا الزكاة هي نفقات تحويلية يدور من خلالها المال في الجهاز الاقتصادي في المجتمع فتحفز الطلب الاستهلاكي وتحفز العرض الإنتاجي وتحفز دائرة السوق إلى التشغيل الكامل نعم إذن ما في هناك من الصعب أن تحكم على الشخص بمستوى معين مادي وتقول هذا تجب عليه الزكاة أو لا تجب لا طبعا لا هو متى ما ملك مالا مالا وحال عليه الحول يصل إلى هذا النصاب وحال عليه الحول نعم حتى له في الأساس فقير لكن جاءت حالة عارضة اغتنى قليلا أغتنى نعم وحال عليه الحول فعليه الزكاة نعم نعم عليه الزكاة وأيضا النظر إلى الزكاة ليست نظرة يعني بسيطة كما يظنها البعض أن الزكاة هي إعطاء الفقير لقمة بسيطة من العيش ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما أورثت غناء بمعنى أنها تنقل حالة الفقير من حالة متدنية من الرفاه الاجتماعي إلى حالة مرتفعة يعني مثلا هذا المثال يضربونه على إعطاء الزكاة مثلا عندك مجموعة من الفقراء وعندك ممكن توسع دائرة عطاء الزكاة إلى فقراء أكثر باعتبار أن أحوال بعض الناس تستدعي إعطاءهم للزكاة فهنا السؤال هل تعطي فقير واحد أنت واجبت عليك مئة ريال زكاة أو خلنا نقول نزيدها واجبت عليك خمسمائة ريال زكاة هل هذه الخمسمائة ريال توزعها على خمسمائة فقير ريال 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 أم توزعها على شخص ترطي خمسمائة أو شخصين يعني يشتري له كرتون لبن ويفطر أولاده بهذا الريال أم أنك تعطيها خمسة كل واحد مئة ريال بحيث أن اللي ناقصنه أثاث اللي ناقصنه مواد ضرورية اللي ناقصنه لحوم ودواجن وكذا وكذا فإذا هنا النظرة طيب بأخذ منك تكملة هذا الطرح بعد هذه المكالمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته للأخ محمد يا مرحبا وسهلا كيف الحال؟ كيف حالك عزاقك بخير مبارك عليك الشهر ما تبقى من الشهر علينا وعليك وجميع المسلمين من معانا رسمك؟ طاعتنا للأخ محمد من البلس المباجر وهذا الصباح ما سمعنا صوتك لا مشي قطع إن شاء الله تحياتي لك وتحياتي للدكتور حياك الله أخي العزيز الله يسلمك عندك عبد الله بالناصر والراجد مشرفي نعم مشرفي ونعمك حياك الأخ عبد الله تفضل الله ينعم حالك شخ بارك عزاقك بخير بخير يسرك الحال كيفك عليك يا الفضيل؟ الحمد لله تمام الحمد لله نسأل الله القبول ربنا يعود علينا وعليكم على الأم الإسلامية والعربية يا رب العالمين حياك سعلا طيب الأخ عبد الله إيش قلت في الزكاة؟ الزكاة ملتزم فيها إن شاء الله أنت؟ ملتزم ملتزم فيها؟ لكنني عندي مداخلة شوية منشان البيت اللي ساكننا مثلا وهو ملكك هل عليه زكاة؟ الزكاة البيت أنت ما مأجر لنا ولا شبهتك هذا اللي ساكن فيه؟ ما مأجر لنا، هذا ساكن الزكاة والأولادك نعم الآن لا ما فيه زكاة هذا ما فيه زكاة ما فيه زكاة زكاة الذي يعني متخصم للتجارة أو إذا كان عندك شيء مؤجر وحال عليه النقول الحول شيء شقاق شيء؟ نعم شقاق شيء مأجر؟ لا إذا مأجر شيء مني، مني تراهمهم كمان طيب شكرا لكم وشكرا لك يا أبو علي وعزاكم على القوة يا رب أحسنت الله قويك شكرا لك يا حيابك البيت اللي ساكنت لبيتك بس إذا بيتك غير مأجرة نعم أي ترى هالأصول الاستثمارية الزكاة في عائدها في العائد الذي يخرج منها إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب أيضا قد يكون الإنسان مؤجر بعض الشقق ولكن المال الذي يخرج منها يستهلك لعائلته ولأبنائه فإذا العبرة بحولان الحول وبلغ النصاب هي ضروري هذه الجزية تكون معروفة مستوعبة عند كل مسلم مكالمة أخرى السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله مرحبا كيف الحال؟ الحمد لله ابن عمى كيف حالك؟ الحمد لله أطيئة نعم حياك من معنا؟ معك عبد الله بن أحمد لكندي ونعومك تفضل لك عبد الله بغيت أسأل بس ليش تقدم ركن الزكاة على الصوم بغيت أسأل لماذا تقدم على الصوم؟ أيوة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أيوة طيب طيب شكرا لك بارك الله فيكم يا مرحب يعني أهل الترتيب هنا؟ بالتأكيد أنه هذه طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شهالة أن لا إله بني الإسلام على خمس شارة أن لا إله إلا الله وإنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني الحكمة هنا بيان الأركان الحكمة هنا بيان الأركان يعني بمعنى أن هذا وليس ترتيبها وليس ترتيبها نعم يعني الترتيب الآن هل معنى هذا أن الإنسان هو ما معفه من أي واحدة نعم فهو مكلف بكل هذه الخمس قد يكلف بالزكاة قبل لا يكلف بالصلاة لأن غير البالغ الذي عنده مال غير البالغ الذي عنده مال هو مكلف بالزكاة نعم لأن الزكاة حق في المال وليست مرتبطة بالذمة معين حتى لو طفل حتى لو طفل صغير حتى لو مجنون فهم مطالبين بالزكاة لكنه ما مطالب بالصلاة نعم إذن الترتيب هنا ليس ترتيب أولوية بمعنى هذا يعني أن لك أن تقوم بهذا ولا تقوم بهذا أذكر موضوعنا هو الزكاة وهواتفنا 2-4 6-4-0-2-3-3-2-3-4 هذه رسالة من الأخت مريم أحمد مريم تقول الذي يستحق الزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل نعم طبعا هذا المستحقين للزكاة نعم نعم كنت في طرح دكتور نعم هل نوزع الـ 500 ريال نعم زكاة على 500 شخص ولا على 5 شخص ولا حتى على شخص حتى أين الفائدة يعني هنا تأتي الموازنة الحقيقة بين يعني قد تجد فقير معوز يحتاج إلى 200 أو 300 ريال فهنا يعني الشرع جعل هذا الموضوع مرينا بيد المزكي مرينا بحيث ليس فيه نص صريح ليس فيه نص صريح وإنما النص هو يعني النص الصريح هو في إخراج هذه الزكاة لكن هل تعطى الأكثر أم تعطى الأقل الذي يستفيد أكثر وطبعا هذه أيضا يدخل فيها سياسة الشرعية يعني بمعنى سياسة الحاكم الشرعية سواء كان وزارة الأوقاف أو غيرها بمعنى تحسس حاجات المجتمع لأن كل مجتمع له ظروفة يعني الآنية الحالية ماذا يحتاج الآن ما الحاصل يعني بمعنى أن دراسة الحالة أمر مهم ولذلك الحقيقة الآن تعين على هذا الموضوع برامج أصبحت برامج موجودة برامج حاسوبية يعني توازن دخل الشخص كم عدد الأفراد أسرة كم من خلال التضخم الموجود في قيمة النقود في المجتمع كم يكفيهم هذه الأسرة هل يكفي الفرد ستين ريال أو ثمانين ريال يعني بمعنى آخر أن أسرة فيها عشر أشخاص لكن دخلها خمسمائة ريال إذن معناته معناته دخل خمسمائة وهم عشرة أشخاص نصيب كل واحد خمسين ريال هل خمسين ريال شهريا تكفي الفرد الآن هل كافية الآن المعدل يعني فمعدل يعني هذا المعدل بالنظر إلى حاجات الناس يعني يرعى يرعى من لأن قيمة النقود قبل خمس سنوات غير تيمة اليوم غير تيمة اليوم فهذه كلها ترعى ولذلك الحقيقة لجان الزكاة المشكلة في الولايات برئاسة الوالي وفيها لجنة شرعية أهلية أيضا حقيقة تقوم بدور كبير في هذا الجانب بدراسة أحوال الناس وبدراسة أحوال الأسر العفيفة التي تحتاج إلى معونة والآن أصبحوا يستعينوا ببرامج حاسوبية فعندنا والحمد لله هذا الجانب يعني بعض الناس يسأل من أعطي ما يوجد فقير هل أعطيها الأجنبي العامل عندي هل أعطيها كذا نقول لك الآن العبرة بإيصالها إلى الفقير لأنه الذي يضعها في غير موضعها الصحيح كأنه ما زكى طيب هذا يقودنا إلى العمل المؤسسي نعم العمل المؤسسي هل يجب عليك مسلم في النهاية أن أثق في المؤسسة الرسمية في المؤسسات الموكل إليها هذا الموضوع بدل ما أتشتت أنا ودور في الشارع من أعطيه زكاة ومن يستحق أو لا يستحق أنا لا أملك قاعدة بيانات طبعا هو وهنا توجيه الفقهاء أن الأقربون أولى بالمعروف فإذا كان الإنسان متيقن من وجود القريب الفقير فيعطيه القريب الفقير إذا كان ما متيقن من حالته يسأل هل هذا يستحق أو لا يستحق بوضعه التالي عنده كذا ودخله كذا أعطيه ألا ما أعطيه وبالتالي إذا كان ما يعرف الفقير القريب الذي يستحق هذه الزكاة ولا يعرف أحوال من حوله من المجتمع فيذهب إلى لجان الزكاة ويعطيها حتى يكون مطمئنا على أداء زكاته تمام أحسنت وإلى الأوراق الرمضانية المعتادة لدى الأستاذ عبد الحميد أستاذ عبد الحميد راشد يا أهلا بيك أهلا وسهلا أهلا مرحبا أستاذ محمد يا مرحبا وسهلا والله يبارك فيك حياكم الله حياك ما هو الجديد قد ورنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بداية مع يوم وغدنا السعر الرامق والمناشط الدينية وننطلق من محافظة مصقف في ولاية السيب في إقامة النور محاضرة بعنوان مكانة الصيام عند الصالحين للصادل يوسف الهاروني وكذلك في ولاية السيب في مسجد أولاد الفوري محاضرة بعنوان فاستبقوا الخيرات للمحاضرة حسن رشاد وفي ولاية بوشر في جامعة الإمام المهنة محاضرة بالأردو نلقيها الفاضل سيد أزهر وننتقل إلى محاضرة بفر ففي ولاية صلالة في جامعة عبد العزيز محاضرة بعنوان صور مشرقة في فن التعامل للفاضل خميس فرق وكذلك في ولاية صلالة في مسجد عمرنا عبد العزيز محاضرة بعنوان فضل الصبري للمحاضر أحمد بن محمد وفي ولاية صلالة في جامعة الطين محاضرة بعنوان القرآن في شهر القرآن في شهر الصيام للمحاضر سالم الهلالي وفي ذات ولاية في مسجد الفاروق محاضرة بعنوان وقايا وانتصارات رمضان للمحاضر عبد الله العولقي ولنتقل إلى محافظة مسندم ففي ولاية الدباء في مسجد قسطنطينية محاضرة بعنوان رحمات شهر الصيام للمحاضر عيسى بن صالح وفي ولاية خصط في مسجد اللوين محاضرة بعنوان دروس من غزوة بدل الكبرى للمحاضر مسلم بن عبد البصير وإلى محافظة البريمي في ولاية البريمي في مسجد قمعة شلول محاضرة بعنوان فضل عشر الأواقر للفاضل عبد الله البلوشي وفي محافظة الظاهرة لولاية ضنك في مسجد محمد بن سيف محاضرة بعنوان سكاة الفطر نلقيها الفاضل محمد الزيدي وفي ولاية أبري في جامعة السلطان قابوس محاضرة بعنوان للاقيه النفسي بعد الانحطاط للمحاضر عادل المنظري وإلى المحافظة الداخلية ففي ولاية نزوة بتنوف في مسجد الشريعة محاضرة بعنوان فضل العشر الأواقر للمحاضر سيف الصبحي وفي ولاية منح في مسجد سائر الناصر محاضرة بعنوان دروس من غزوة بدل الكبرى للمحاضر قاسم أولاد سائر وفي ولاية الحمرة في مسجد طول عقبة محاضرة بعنوان فضل العشر الأواخر محاضر سليمان الهطالي ونعرق بما تبقى من محاضرة مناشط هذا اليوم وبداية في محاضرة الجنوب الشرقية لولاية صور لقام عراف الجنف في المحاضرة الخالد المعودي محاضرة بعنوان أذر الصيام في تقويم السلوك وإلى محاضرة الوسطى في ولاية الدقم في محاضرة بعنوان نفحاته من آيات الصيام للمحاضر ضياء من محمد وننتقل إلى محاضرة شمال الشرقية ففي ولاية الموضيبي في مسجد والدوح محاضرة بعنوان دروس مستفادة من غزوة بدل الكبرى للمحاضرة صعود العامري وفي ذات تولاية كذلك في مسجد القردة محاضرة بعنوان من أحكام الصيام للمحاضر عزي الدرأي وفي محاضرة داخلية في نيابة القبل الأخضر في مسجد سيق محاضرة بعنوان الدروس في العبار المستفادة من غزوة بدل الكبرى للمحاضرة محمد أولا ثاني وأخيرا إلى محاضرة البريمي وفي ولاية البريمي محاضرة بفئة الصم البكم في نادي الصم يوقيها الفاضل قبل الرحمن الفارسي هذا مجمل المناشطة الدينية بإذن الله سبحانه وتعالى كل الشكر ما قصرت شكرا أستاذ عبد الحميد بن يحياء الراشدي رئيس قسم الوعظ والإرشاد بوزارة الوقاف الشؤون الدينية أحسنت بارد الله فيكم لكم شكرا لكم أحسنت معكم في واحة الصائم حتى السادسة تسعدنا مشاركاتكم على هاتفي البرنامج 2464-0233 أو 2464-0234 أو عبر الرسائل النصية اسمس 90484 واحة الصائم واحة الصائم وهذه أرقام التواصل معنا وموضوعنا اليوم حول الزكاة وأكيد يعني موضوع الزكاة ما ممكن نعطيه حقه في هذه الدقائق في ساعة واحدة وأقل لكن نمر بملامح ورسائل نتمنى أنها توصل دكتور البعض قد يخلط أيضا بين الزكاة والصدقة وفعل الخير وكذا يعني خلنا أعطيك مثال وفي عالم اليوم ناس تستسهل وتحب أن تضع الأشياء في حزمة واحدة يقول لك أنا مثلا أطلع في الشهر 20 ريال 50 ريال حسب قدرته نعم يقول أنا هذا مخصصا من راتبي شهريا ما أشوف فنروحا لأعمال البر نعم أسلمهم لهيئة الأعمال الخيرية أسلمهم للجنة الزكاة أي كان وهو متيقن أن هذا المبلغ الذي يدفعه شهريا هو يزيد عن مبلغ الزكاة فيما لوحال الحول بمعنى آخر هو يريد يستسهل ويدفع هذا المبلغ بشكل منتظم نعم ويكفيه عن الزكاة وعن الصدقات وعن كل أعمال البر يرى أنه كذا هو مرح يقصر بينما لو بغى كل مرة يفضل موضوع قد ينسى موضوع ويهم الآخر ويسوف في ثالث وهكذا هل ممكن أن يتعاملوا كذا بالطريقة؟ الحقيقة أن الزكاة مرتبطة بالنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بمعنى آخر أنه عندما يخرج المال بنية الزكاة هذه هي الزكاة المقصودة ولا بد من شروط الزكاة من حولان الحول وبلوغ النصاب فتوقيت الزكاة بحولان الحول هذه فيها حكم حكم شرعية أن الإنسان عندما يأتي العام يحسب ما عنده من مال سواء من ذهب أو من نقول أو من فضة ويجمعها ويزكيها 2.5% فعندما يأتي موعد الزكاة ينوي بذلك المال أنه يخراج الزكاة إذا كان يريد مبلغ مستمر هذا يدخل في جانب الصدقات وإن في المال حقا سوى الزكاة الصدقات التبرعات الجارية التي يدفعها الإنسان هذه مباحة ومتاحة في كل يوم وفي كل شهر والإنسان مخير فيها المتنف الأمير نفسه وأما الزكاة فهي فريضة لها شروطها لابد أن تراعى فيها هذه الشروط بأن يحسب الإنسان ما عنده من مال عندما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول نعم إذن لا يتعامل بهذه الطريقة بهذه الطريقة كزكاة لا يمكن لأن الزكاة لها شروطها وحدودها ومواصفاتها فلابد من الالتزام بها تمام هل بالضرورة تكون نقد نقدا الأصل أن تكون الزكاة من صنف المال المزكاة الزكاة من صنف المال المزكاة وبالتالي زكاة النقود تخرج نقود لأن الفقير أولى بحاجته يعلم ما يحتاج قد يشتري ملابس قد يشتري طعام قد يشتري أثاث قد يشتري كذا فنحن يعني يعطى الزكاة من المال المزكاة وهي نقود إلا أن بعض العلماء قالوا إذا كان هذا الفقير يعني غير رشيد وعنده أطفال وعنده عائلة وهو غير رشيد باستخدام المال بمعنى مسرف أو يستخدم المال في غير ما أباحه الله سبحانه وتعالى فقالوا هنا يجوز أن يشترى بهذا المال مؤونة لهذا الفقير ولعياله حتى لا يخرج هذه الزكاة إلى الأمور غير المحمولة هنا في حالة أنه الشخص غير رشيد نخذ المكالمة راح المكالمة أنا أعتذر لمن ينتظرون ثم ينصرفون عنه أول من الخط ينقطع ولا إيش بالضبط نعم والحقيقة فكرة الزكاة فكرة الزكاة هي طبعا تكاتف اجتماعي عظيم من أبناء المجتمع لتحسس ذوي الحاجات في مجتمعاتهم والمقصود بها أن يظهر أفراد المجتمع كلهم بمظهر المكتفي من حاجاته الأساسية أولا لأن الأصل أن الزكاة تتبع حاجات الإنسان الأساسية من طعام وشراب وكساء والأمور الأخرى الضرورية للحياة ثم بعد ذلك تنتقل إلى أمور الرفاه وإلى أمور يعني ما بعد الضروريات والحاجيات يعني إلى التحسينيات ولذلك هنا لماذا ركز الفقهاء على أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة دون أن يتيقن من مستحقها لأنها ستذهب إلى مستحق ربما أكمل أساسياته وسيصرفها في الأمور الكمالية بينما غيره محتاج إلى أضر ضروريات الحياة إذن يتيقن من من تدفع له نعم من من تدفع له إذا كان يدفعها بنفسه آه إذا كان يدفعها بنفسه نعم تمام نأخذ المكالمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا مرحبا من معنا محاول سيد سيد محمد عبد الله ازجاه وريك حياك لخ عبد الله تفضل سيد محمد تفضل بقصص الأراضي لتطلعنا من الحكومة يعني شخص حصل على قطعة قطعة من الحكومة يعني من فترة من عشر سنوات يعني وأنه ما نعود يبيعها بس كذي يعني ذاخرنها وش حكمها يعني هل تجيب عليها زكاة ما فيها زكاة هذه الأخ عبد الله هذه ليست فيها زكاة وإنما الأرض التي تجيب فيها الزكاة التي تتخذ كعروض التجارة الأراضي يعرضها الإنسان للتجارة هذه التي فيها زكاة أما غيرها فليس فيها زكاة يعني مجمد اكتصال اخر طيب يعني ما عندها ذهب من بيش سنعات يعني بالسنة الخمسة كان ما عندها ذهب الثلاث سنوات الاولة كيف يعني هل والبعض هنا الاخر عبدالله احنا طبعا ما نفتي لكن الذي رأيناه في الفتوى انها تزكي ما عليها من السنوات الماضية اذا كانت سنوات يعني محدودة كما ذكرت سنتين او ثلاث سنوات تصبح هذه الزكاة في في ذمتها فعليها ان تزكي تزكي على حسب الوزن اللي وزدنا اخر مرة وقيمة الذهب على اخر ثاني زكت منها نعم نعم على اخر ثاني نعم ان شاء الله يا مرحبا سهلا عموما احنا نؤكد احنا في برنامجنا لا نريد ان ان يصبح برنامج فتاوى احنا عندنا رسائل نمررها في البرنامج ونبغي نسمع التجارب الشخصية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا تحياك الله يا مرحب وسهلا مبارك عليكم ما تبقى من الشعر انا عندي مجرد استفتار انا عندي زكاة ذهب والمفروض ان اخرج الزكاة قبل خمسة اشهر تقريبا ولكن الظروف ما تأخرت في اخراج الزكاة بس حبيت اعرف اللي عليها طيب طيب شكرا لك شكرا جزيلا هذا تساول الله وفيه تساول للاخت مريم موسى تقول السلام عليكم هل للأسهم زكاة هذا سؤال ايضا في الرسائل احنا كل هذا هذه كلها فتاوى فيرجعوا فيها الى الفتاوى الحقيقة لماذا لان الفتاوى دائما احنا عندنا في عمال توحيد الفتوى معناه ان المجتمع يأخذ بفتوى واحدة ولا يتشتت ودائما الفتوى هي مثل الطبيب لان المفتي كالطبيب يشخص الحالات ويعطي الفتوى بما يتناسب مع حاجات واوضاع المجتمع ومن الحمد لله رب العالمين يعني توحيد الفتوى في القضايا هذه اللي هي قضايا الزكاة وغيرها مما يعني يجمع توجه الناس الى ما يصلح احوال المجتمع طبعا عندنا كل من يريد فتوى في موضوع فقه معين حسب مذهبه يفتها كذا حسب مذهبه واما في القضايا العامة التي تخص المجتمع كالزكاة وغيرها تكون فيها الفتوى عامة لانها تستقصد ماذا تستقصد مصلحة المجتمع ومصلحة الناس حتى لا يتشتت الناس في اموالهم ولا يتشتت الناس في يعني تعهد حاجاتهم الاساسية في المجتمع فدائما هذه الفتوى احنا ننصح الناس فيها بالرجوع الى مكتب الافتاء نعم تمام طيب نرجع لموضوعنا نعم كنا نتكلم عن جزئية كنا نتحدث الحقيقة انا كنت اريد ان انوه على انه تعهد حاجات الناس بالزكاة تعهد حاجات الناس بالزكاة ليس معناها ان يعطى الناس الفتات من هذه الزكاة وانما الزكاة هي بمعنى اجتماع لمصالح المجتمع بأسره لينقل اوضاعه من اوضاع الرفاه المتدني الى اوضاع الرفاه الافضل حتى يفكر الناس في قيم الابداع يعني الانسان عندما وهذا من كرامة الانسان عندما يتوفر للانسان الطعام والشراب ويتوفر حاجات الاساسية سينطلق تفكيره دائما الى مجالات الابداع الاخرى لكن لو كان شغله الشاغل لقمة عيشه يعني كاد الفقر ان يكون ان يكون كفرا لو كان رجلا ان قتلته هذا ما قولت عمر بن خطرب فاذا معناه هذا الكلام انه يسعى يجب على صاحب المال ويجب على اللجان ان تسعى جاهدة لاخذ هذه الزكوات بصورة منتظمة ويعطاها لمستحقيها حتى نغطي كل الحاجات الاساسية لابناء المجتمع وبالتالي يكونь تفكيرهم في الابداع. تفكيرهم في الوظيفة المستقرة. تفكيرهم في الدراسة المستقرة. لان الانسان عندما يكون حاجات اساسية غير مُتوفرة. يعني ما يُعطي الحياة حقها من الابداع و Pendام و التميّز وغيرها من الأشياء التي يراد من الانسان. يعني كرامة الانسان تقتضي انه يحصل على حاجات الأساسية مهما يكون وهذه الزكاة الله سبحانه وتعالى جعلها جانب للمجتمع حتى يسد النقص يعني هي ليست مننا من الغني وليست يعني مثل ما تقول أنه يدفعها شفقة على هؤلاء الفقراء وإنما يدفعها يدفعها ملزم بذلك لذلك الآية خذ من أموالهم يعني بمعنى آخر الزكاة الأصل أن يكون هناك تنسيق طبعا الأمور هذه أحيانا تكون تنسيقية بين وزارة الأوقاف المعنية بالزكاة وبين البنك المركزي أنها تستقطع حسابات الزكاة مباشرة من الحسابات التي بلغت النصاب ثم تلفع إلى الفقراء مباشرة لو سوها كناسا حتى ما يبقى أحد مصوف وما يبقى أحد يدور عذار وما يبقى أحد يدور عموما نذكر بهوقات الصلاة واحة الصائم واحة الصائم أوقات الصلاة أوقات الصلاة أوقات الصلاة أوقات الصلاة نذكر بأوقات الصلاة وأوقات الأذان أذان المغرب يحين عند السابعة وثلاث دقائق وأذان العشاء في الثامنة وخمس وعشرين دقيقة أما فجر الأحد يوم غد ففي الثالثة وثمان وخمسين دقيقة واحة الصائم واحة الصائم وكنت دكتور تتكلم في التيقن من أنني أعطيت من يستحق أو دفعتها لمن يستحق أليس هذا أدعى فعلا أن يخلينا أن نفكر في عالم اليوم بالعمل المؤسسي فعلا نعم يعني لما تكون هناك جهات مختصة بموضوع الزكاة بجباية الزكاة بالطريقة التي تعين اليوم الناس معظم موظفين فيحتاجون أحيانا حتى لمن يحسب لهم الزكاة بطريقتها السليمة المؤسسة موجودة وبالعكس يعني هل نحن مستثمرين المؤسسات الموجودة لجباية الزكاة في كل ولايات عمان أصبحت تتعامل أيضا بطريقة إلكترونية بمعنى أن الموظف وهو جالس في مكتبه بس يفتح يعني موقع الحساب البنكي ويشوف رصيده كم ولما يجي موعد أداء الزكاة يحول مبلغ إلى حساب الزكاة في ولايته مباشرة بهاتفه النقال يعني أصبحت الأمور ميسورة ذلك الحقيقة اتباع المنهج المؤسسي يقل المجتمع شرور كثيرة لأن أصبح من يتكفف الزكاة أيضا كثيرين يعني بعض الناس يسألون عن الزكاة يسألون عن الزكاة ليست لحاجتهم الماسة للزكاة ولكن ربما بعض الناس مسرفين أيضا في تعاطيهم مع المال وينفقونه بسرف وترف وهؤلاء الذين يسألون عن الزكاة دون حاجة إذا لم يتعهدهم مجتمع بالدراسة ويعرف أحوالهم سوف توضع الزكاة في غير مستحقها وبالتالي وضع الزكاة في غير مستحقها المجتمع يخسر لأن هذه الطاقات التي تعولت على الزكاة وتعولت على البذخ وعلى الإسراف ويعني تأخذ الزكاة هنا سوف تحرم حق الفقير من هذه الزكاة أولا بهذا الأمر الأمر الثاني ستعطل طاقة منتجة في المجتمع لأن هذا المنتج الذي يتكل على الزكاة ولا يعمل ولا يتاجر ولا يعني ما يبحث عن طرق تحسين دخله وإنما فقط يتعهد يشوف والله وين البيوت التي ترفع الزكاة وين الأشخاص الذين يرفعوا الزكاة ويذهبون إليهم ولذلك جاء الحديث صارم يتكل على الزكاة ولذلك جاء الحديث صارم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة أي الزكاة أو طبعا الصدقة غير الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي الزكاة لا تحل غني بمعنى المستغني عن الزكاة لا تحله هذه الزكاة ومن المستغني الذي يجد قوت سنة الذي يجد ما يكفي من الدخل وهكذا الغني ولا لذي مرة سوي ذي المرة بمعنى صاحب الشدة والقوة الذي يستطيع أن يعمل الذي يستطيع أن يعمل وأنت دائما تعطيه من الزكاة كأنك تصيد للسمك دائما لم تعلمه لم تعلمه كيف يعمل وبالتالي أنت تعطل أيضا طاقة الذي يضع الزكاة في هذه المواضع فهو كمن منع الزكاة كأنه لم يؤدي زكاة ماله ولذلك على أصحاب الأموال الذين يؤدون الزكوات أن لا يعطونها مباشرة لمن لا يعرفون حاله ويعرفون حاجته ويعرفون أحواله هل هو منفق بطريقة صحيحة هل هو مسرف هل هو كذا هذه الأشياء تحتاج دراسة ولجان الزكاة الموجودة طبعا تتعهد معرفة أحوال الناس لأن أنت لما تكلم عن الزكاة في ولاية أصحاب هذه اللجان يعرفون الفلان عن طريق جيرانه عن طريق إخوانه عن طريق كذا يعني يجيبوا معلومات عنه وبالتالي تعطى الزكاة لمستحقها ولذلك نهيب بجميع أصحاب الزكوات أن يعطوها الثقات حتى تصل إلى مستحقتها نعم تمام آخر رسالة للأخ سعيد بن عزيز الهشامي يقول السلام عليكم جميعا وعليك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا ينبغي على المسلم أن يكون متسولا وأما أخذه للزكاة فهذا حق جعله الله للمستحقين على الأغنية هذا تعليق نعم قبل أن نختم يعني أخذ منك تعليق أخير دكتور عبد الله كيف يكون دفع الزكاة والصدقات مصدر سعادة لصاحبه لمن يدفع لمن يدفع بالتأكيد لأن الزكاة طهارة في المال وهي أيضا طهارة يعني مادية ومعنوية فقلبه يرتاح ويطمئن لأنه أدى ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه وكذلك عندما يحصل الفقير على حاجته من هذه الزكاة فإنه يدعو للغني يدعو للغني بالصحة والبركة ولذلك فالزكاة بركة في النفس وصحة في البدن وبركة في المال وراحة وطمأنينة للبال ففيها كثير من خصال الخير الذي تعود مباشرة على المزكي فيطمئن ويرتاح ولكن إذا أنفقها في غير حلها فإنه سيحرم من هذه الخصال الجميلة كذلك بالنسبة للفقير عندما يعرف بأن هذه الزكاة وبعض الفقهاء يشدد على أن من يعطى الزكاة يقال له هذه من الزكاة لماذا؟ لأمرين الأمر الأول إذا كان غير مستحق للزكاة يقول أنا غير مستحق للزكاة وبالتالي ترجع إلى من جاء بها وتعطى الفقير الأمر الآخر أن لما تصل الزكاة فإنه يدعو للمزكي بالخير والبركة وبالتالي يحصل هناك التعاون في هذه الزكاة بين الغني الدافع للزكاة وبين الفقير المستحق للزكاة أحسنت ذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكرى وفي الختام نذكر بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم نذكر أيضا بموضوع حلقة يوم غد موضوعنا هو رسالة المسجد سنخص حلقة الغد حول موضوع رسالة المسجد وآداب المسجد كما طلب أحد المستمعين أن نخصص حلقة هذه الحلقة ستشمل هذا الموضوع كيف نتعامل مع المسجد كيف أترك التفاصيل للغد أفضل أتصور عموما رسالة المسجد وآداب المسجد غدا في لقاء جديد انتظرونا غدا عند نفس الموعد في واحة الصائم محمد المرجبي الدكتور عبدالله العبري والمخرج حمد بن عامر الوردي واحة الصائم واحة الصائم